السلام عليكم اخواتي واخوتي وكل المتتبعين ماذا هي تصفاء كديرين لبس عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانا يلا اللحظة قمت معي انا جبت لك اقتراحات للقوتي سوف نساوب معكم هذه الكيكة واعرة واحدة تفاحة لبنات كدف الفوم غنية بزاف انا متأكد لحد درت وعدة تعجبكم بزاف بزاف وكذلك سوف نساوب معكم قريشلات من السمين بلديين لديهم فطر الصابح للقوتي تستطيعها كبيرة تستطيعها في المجمد تستطيعها في فنين بزاف بزاف يلا مشو نشوفون بديو بالقريشلات وعد نوريكم الكيكة بالنسبة للقريشلات سوف نحتاج هنا 500 جرام ديال الدقيق يعني نصف كيلو ديال الدقيق اللي تكون مغربة ضفت عليها نصف كاس ديال السكر معيو عاديل 70 جرام واحد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية سوف نخلط هذا النواشف سوف نضيفه واحد واحد رشيشة نتعل ملح فقط وسوف تخلطوا هذا النواشف مع كيس من خميرة الحلويات 8 جرام سوف نخليكم اكيد كما مولفكم حبيباتي المقادير في صندوق الوصف خلطت هذا النواشف مع بعدياتهم سوف نضيف عليهم حبة بيض كاملة بيضة واحدة فقط كاملة ونصف كاس زيت نصف كاس زيت وكاس حليب كاس حليب يكون دافي سوف نخلط هذه المكونات مع بعدياتهم الى عندكم ماء الظهر لديه واحد جوج مع القنطاع مازهر انا ما عنديش مازهر عندي الروح دياله برتغي واحد زوج قطرات كي يعطي واحد نسمة زوينا هنا ضفت واحد تقريبا جوج مع القكبار منتع الجنجلان اللي منقي ومحمر الجنجلان ومع القاة كبيرة ديال الزرهره احنا نقولوا الزرهره يعني نافع حبة حلاوة البسباس هادو انا كيكونوا عندي مخلطين كننقيهم ونحمرهم ونطحنهم ونغرب لهم ونخليهم في واحد البواطة هندرس بيهم مع القاة كبيرة كي يعطيوا واحد نسمة رائعة سوف يبديت كنجمع العجينة ديالي بالمدا فيه قدي تحتاجوا تقريبا واحد نصف كاس نتاع المدا فيه لحسب ما كتروونوا العجينة والعجينة كتكون كتلسق في اليد ينفوا كتجمعوها كيما اقول لكم ما كتكونش قاسحة كتضفوا عليها معلقة كبيرة ديال الزبدة والصافي كتبدي وتدخلوا مع هذيك المعلقة ديال الزبدة ومثوم ما كتدلكوا فيها شوية تشوفوها وليت واحد العجينة اللي مطلوقة ومتجانيسة اهم حاجة كيما اقول لكم ما كتقسحوها كتكون كتلسق في اليد صافي غدين غطيها الحبيبات ونجعلها كتخمرتين ضعف الحجم دي علىها بعد نغطيها ومن اللي كتخمر البنات كما راكو تشوفو هنا هي غادي نشكلوها كويرات كتوجدو الصينية ديال الفرن ديالكم الاحسن تفرشو لها ورق الزبدة وكتشدو كتشكلو كويرات من العجين على حسب الحجم اللي بغيتو ويتو تديرو قريش لا تكبارو ولا قريش لا تتغيرين لحسب انتو ما شنو تبغير سوف انا كنشكلها ككويرات كنخليلي سباس ما بين كله وحده وحده لحقاش غادي عادي ميني طيبو كيزيدو يكبرو من اللي كنديرهم كنو اللي ندهني يدي بزويتا وكنقرسهم ضروري كتقرسوهم بهذا الشكل هذا وكتخليوهم يخمرو مرة أخرى كتخليوهم يخمرو باش هكا كي يجيوكم زويونين وكيجيوكم خفاف ما كيجيوش مدقسين سوفي البنات من اللي كيخمرو مرة أخرى بحال هكا اليومي كيلبرد تقدرو تشعلو الفرن تسخنوهم زيان وتطفيو عليه وضغية قد يخمرو لكم تدخلوهم يخمرو لكم ضغية من اللي يخمرو كتوجدو صفار بيضاء تضربوهم مع شوية حليب وصوفيو كتتدهنو لهم الوجه ديانهم وكترشو لهم شوية جنجلان من الفرن وتدخلوهم للفرن ساخن على نار متوسطة طيب انو لكم تحمرو من الأسفل قد تشعلو لهم يتحمرو من الأعلى وكيخرجو بهذا اللون الذهبي الجميل وما نحكي لكم شعلة الرائحة انا يعجبني انهار اللي كندير شي حاجه هكا بلدية من السماء بالزرارة بالجنجلان كتعطي واحدة ريحة خطيرة وهد كيما قلتكم هد القراشل كتصاوبوا بهم كيميا كثيرة كتديرهم في بواطا في المجمد وكما كتبغي كتجب دي الكيميا اللي بغتي وكتسخنيها غيف الفرن بحال اللي عبدو كيدرتيها انا يعجبوهم بزاف ولداتي يحلوهم يديرو فيهم فرماج كونفيتور تاكلهم غيها كيك مع كاس قهوة وبنان يا سلام فان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم بالطريقة دي كي يجيوا وخفف وش هو منهم ودرك يا دي نمشيون نحضر مع بعديتنا هد الكيكا تعتفح كيكا او تاني خاطرة مهم معاش هيو تصفى البنات مكان غير حاجات زوينة واللي كتكون ناجحة صن بوغصون انا من ضيح شمو تتبعاتي فانمشو نشوفو المقادير ديالها فهنا يا حبيبتي ستكون كطبقة اولى هي طبقة الكيك سيكون فيها جوج حبات ديال البيض جوج بيضات ديما البيض ديال الكيكات البنات تخرجوه من اللاجق قبل ما تخدمو به سوف هنا سننضي لها رشا خفيفة ديال الملح ساشي ديال الفانيليا كذلك ممكن نضي القشرة ديال الحامض للتنسيم كأس الا ربع ديال السكر كأس مش عامرة الفم كأس الا ربع نتع السكر ما يعادل مياه وعشرين جرام وكتضربوهم بالفو عادي هاد المكونات كتضيفو كأس الا ربع ديال الزيت ما يعادل مياه وربعين ميليليتر واحد علبة نتع الياغورت علبة كبيرة هاكا ديال الياغورت دوق الفانيليا وسفيك تخلطو هاد المكونات مع بعدياتهم مزيان 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 فهالكيكة كجي كتضيف الفم بمعنى الكلمة اللي بنات جربوها على دامانتيا جايكون ضياف ولا تحمر لكم الوجه هنا غادي نضيفها البنات ميتين جرام ديال الدقيق يعني جوج كيسان ديال الدقيق ليكون مغربل وزيدو عليهم جوج اكياس من خميرة الحلويات كلها وحدة فيها 8 جرام يعني 16 جرام فغادي نخلط هاد المكونات بهاد الشكل هادا مزيان 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 كيكون الخليط بهاد القاوة ما كيكونش اخفيش بزاف وما كيكونش تقيل او ثاني بهاد الشكل هادا هنا كتديبو الصينية ديال فران انا اخديتها كصينية مستطيلة البنات اللي شافوا الفيديو اللي وريتكم الحويجات اللي اخديت من المحل تاع كاغي تيرك وريتكم هاد الصينوات هادو كيكونوا ثلاثة من الصغيرة الكبيرة ثمن جد مناسبة البنات مهم اللي يعجبوها وبغت تاخد منهم بعد نخلي لها الرابط نتع المحل وصفحة ديال انستجرام ديالهم غد نخليهم منها في صندق الوصف على المعلومات عندهم حويجات واعدين فهنا البنات شدتو خديت الصينية تقدري تدير الصينية دائرية القطر ديالها 26 سنتيم ولا تديري هكا صينية مستطيلة دهنتها بالزبدة رشتها بالفرينة وخوة الخاليات ديالي نتع الكيك وصرحتو كامل هكا باش يجيني نيشان مع الجوانب ديال اللاطة كاملة سوف تخبطوا شوية اللاطة مع سطح العمل بهذا الطريق هادي سوف نحيدوا على جانب و سوف نوجد طبقة تانية اللي سوف تكون عبارة على كريم باتيسير بالنسبة لكريم باتيسير تقدري تحضرها في المنزل ديالك سوف نخلي الكرابط في صندق الوصف ولا تقدري تأخذي هادي انتع البواطة فانا شنو كندير خديت كاسرونة هذه الكاسرونة اللي بنات خديتها من نفس المحل اللي ذكرت لكم واحد السيري خرج لي فن فن فانا خديت كاسرونة اللي بنات درت فيها نصف لتر من الحليب ثلاثة ديال ملاعق كبيرة ديال السكر و زوج ملاعق كبيرة تعبود رات الكريم باتيسيا و كدلك غدي نخلط هاد النواشف نخلط هاد المكونات مع الحليب حتى يدوبوا ونشي نحطهم على النار وانا كنحرك وانا كنحرك حتى كتقالي الكريمة وتكون جاهزة وهنايا كطبقة اخيرة غدي نعسلو شوية ديال التفاح فاخديت ميقلاس درت فيها معلقة كبيرة زبدة ودرت فيها ثلاثة ديال الحبات نتع التفاح اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا غدي نضيف عليهم واحد زوج ملاعق من السكر واحد رشة ديال القرفة فغدي نخلط مزيان هاد التفاح كي ماشتوا مع السكر وهديك الزبدة ونضيف لي واحد رشة ديال القرفة ونخليهم واحد ثلاثة دقائق على النار حتى كيتعسل معي ديال التفاح سوف يكون كل شي عدنا جاهز بالنسبة لكريمة باتيسير حاولوا شوية تبردوها غير بالفوية تخلطوها بالفوية ما تخليوهاش تجمدلكم خليوها يعني عاد سخونة ولكن مره مره كتحركوها ما كتبقاش سخونة بزابزاب كتبلي بحلي شوية دافية سوف هنا غدي نشد هديك الكريمة باتيسير وغادي نديرها كطبقة من فوق الكيكا الكيكا راح نمازل ما ندخلناها للفران كما خويتها سرحتها على اللاطة شديد ديك الكريمة باتيسير وصرحتها من فوقها كطبقة ومبعد غادي نشد هدك التفاح اللي قسلته ونديرو من فوق ديال هديك الكريمة باتيسير نوزعه كامل صافي غادي نشد الكيكا ديالي وندخلها للفرن ساخن على نار مهيلة على الحد ديالها تكتبها لكم طلعت وتحمرت لكم مع الجناب صافي من اللي كتشوفها تحمرت مع الجناب كتشعلو لها من الفوق ديالها او تاني كتتحمر شوية صافي وكتخرجوها انا من اللي خرجتها كما تشوف هذا هو الشكل ديالها دهنتها بشوية نتع لها كون فيتور ولا دهنوها بنابج ولا باش كيعطيها شوية ديالها معا وكذلك قدررش عليها شوية تعلوز ايفيلي ولا لوز كون كاسي ولا اي حاجة عندكم إلا بغيتو ديال القرماشة يعني هذي حاجة اختيارية انا كنتعجبني لنقى ديال القرماشة وكيبطيها حتى شكي يلزوي رشيتها شوية تعلوز ايفيلي اللي حمرته في المقلة وصافي الكيكا ديالي رها جاهزة للتقديم خليوها تبرد عاد قدموها لحقاش في غيمون كتجيه شيشة بزاف بهذه الكريمة انا كيعجبوني هذ انواع انتع الكيكا البنت اللي كيكونوا غنيين يعني ماشي كتلقي غاي كيكوناش فهاكك لا كتعجبني هذ الكيكا اللي كيكون فيها كريمة كتكون فيها صلصة كيكون فيها فلون كجي خاطرة فاحيت لكم منها مورسو مش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي كتدف الفم بنينة بزاف معده كتفحلي سلناه وكل شي مهم على ضامانتي انا اللي جربتها تردع ليها في التعليقات ولا تصف تليت تطبيق في الانستغرام ديالي سبحان تعالى الانستغرام غدي نخليها لكم في صندوق الوصف كان فرح مني متتبعاتي يقولوا لي نجحت لنا الوصفة شوفوا معي شوف ما نقطع لكم منها شوفوا شحال خفيفة ومهوية فانتمنى ان شاء الله هاجوج وصفات اللي شاركت معكم ينالوا الاعجاب ديالكم قراش البلديين وكيكة التفح خليولي شي تعليق زوين باش شجعوني نقدم لكم المزيد من الوصفات لايكاتكم وبرتاجيوا الفيديو نتلقوا في الفيديو القادم مع السلامة